ونجح معرض البحرين الدولي للطيران في جلب العديد من العوائد الاقتصادية للمملكة خلال السنوات السابقة ومن المؤمل أن يحقق مكاسب إضافية هذا العام حركة نشطة من المؤكد أن تشهدها الفنادق المطاعم ووسائل النقل حتى يصل إلى دوره الكبير في ترويج المنتجات المحلية قبل ست سنوات برزت إلى السطح فكرة إقامة معرض خاص تمضي نحو احتضانه البحرين يعنى بمجال الطيران على اختلاف أنواعه وما إن أصبحت الفكرة واقعا حتى بات من الضروري بمكان معرفة الجدوى الاقتصادية التي قد تأتي من وراء تنظيم مثل هذا النوع من المعارض وبعد توالي السنوات ونجاح النسخ الثلاث السابقة أصبح من المؤكد عدم حصر رزمة الفوائد الاقتصادية التي يجلبها معه معرض البحرين الدولي للطيران بعد الشهرة الدولية التي نالها حيث أصبح حدثا عالميا له مكانته الاقتصادية والاستثمارية والتنموية ومقصدا هاما لكبرى الشركات المتخصصة في مجال صناعة الطيران العسكري وشركات الطيران السياحية الدولية لتتمكن من عرض منتجاتها أمام زوار المعرض من داخل البحرين وخارجها المعرض يحمل عدة أوجه خاصة من ناحية الاقتصادية فهو من المعارض المعتبرة في منطقة الشرق الأوسط واستطاع معرض بحرين الطيران يثبت وجوده في المنطقة في فترة قصيرة يكون من المعارض الأثبت في الفترات السابقة عن حجم الصفقات التي تمت خلاله الخبرة التي نالها المعرض والسمعة الطيبة التي حصدها من خلال فلاح طبعاته الماضية والسعى من نطاق مشاركة رجال الأعمال المستثمرين في حقل الطيران ما من شأنه حصول زيادة في حجم الصفقات التجارية التي يتم إبرامها بما يعود بمردود نفعي وفائدة مالية جمه نجد السواح يأتون إلى البحرين لكي يأتوا إلى هذا المعرض من هوات الطيران والناس الذين يتمتعون بالإيرشو وبالشركات المختلفة التي تأتي إلى البحرين ثانيا أيضا نحن من ناحية الاقتصادية نرى أيضا أن البنادق تمتلئ والمطاعم ما شاء الله تنتعش من ناحية سياحية وأيضا من الصفقات التي تبرم في المعرض في خلال هالكم من يوم ما في شك أن العواد الاقتصادية تجلب زي هذا الزخم الكبير تجلب عواد كثيرة يتحرك الاقتصاد الداخلي يتحرك الاقتصاد الفندقي يتحرك كل الاقتصاد الداد معرض البحرين الدولي للطيران دائما ما ينجح في تحصيل إيرادات التكاليف المتعلقة بإقامته بنسب عالية حتى قبل انطلاق فعاليته فعائدات المعرض تتركز في تأجير الشليهات وتأجير مساحات من أرض المعرض للمؤسسات والشركات العالمية والتذاكر إضافة إلى تسجيل الدخول في منطقة في آي بي وكذلك الرعاية الرسمية للمعرض ناهيك عن تخصيص قاعدة للرجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الطيران تضمن إحلال بيئة الرحبة من التبادلات التجارية السلسة والمرينة لا تضل طريقها نحو الاقتصاد البحريني ضخو دماء نشطة في كيان الاقتصاد المتحرك عملية لن تتكلل بالنجاح إلا إذا كانت الوسيلة قد أثبتت قدرتها على إتمام المهمة بالشكل الأوفى ومعرض البحرين الدولي للطيران خير وسيلة لإنماء المكاسب وجلب العديد من الفوائض التجارية التي قد تزيد من متانة بنية اقتصادية تمتاز بالتنوع أصلا لتلفزيون البحرين محمد رشادات